يابا سلام عليكم شونكم بهذا الفيديو راح نشرح لكم عن طريقة فقباند انستجرام التجاري والانتحال شاهدوا يا الشرح للنهاية وهي قناتنا على التليجرام ننشر بيها هوايا روابط فقباند روابط زياد المتابعين برامج زياد المتابعين كل شي ننزل بيها نوزع حسابات انستجرام طن حسابات نوزع مثل ما اللي تشوفون هاي قدامكم وايضا نسوي مسابقات على الراشق كل شي نسوي بالقناة رابط القناة بالوصف اسفل الفيديو ما اللي تطول عليكم خلا نبدأ بشرح مالتنا حبيبي هاي الروابط راح تلقيها بقناتي على التليجرام رابط التليجرام بالوصف اسفل الفيديو راح تضغط عليها وفقط راح تعبي المعلومات مالتك حتى تفق الباند مالتك الحساب مالتك خلنبدي اول شي بالتجاري فقباند التجاري راح تضغط على هذا الرابط اللي راح تلقاه بقناتي تليجرام رابطها حيكون بالدسكريبشن اسفل الفيديو اول ما تطب للرابط راح تطلع لك الواجهة هيتش اش راح اتدوس هنا أنا راح اتدوس لا بعده هنا تكتب اسمك الحقيقي اسمك الثلاث يكون أو الثنائي المهم أنه أنت تكتبه بالإنجليزي مثلا أنا راح أكتب أحمد وبعدها راح أكتب علي كمثال هاي طبعا أنت راح تكتب اسمك الحقيقي وبعدها راح تحط اليوزر مالت الحساب مالتك هذا هو اليوزر مالت الحساب مالتي وبعدها هنا راح تدوس راح تخرب جباربا على الإيميل هنا راح نضيع بالنبغ عادي هاي هنا راح تكتب الإيميل مالت الحساب مالتك مو شرط إلا مالت الحساب مالتك عادي حتى لو يكون حساب يعني إيميل آخر بس يفضل أنه تحط الإيميل مالت الحساب مالتك الأساسي هسا أنا راح أكتب مالت الإيميل مالت الأساسي راح أكتب هذا الإيميل وبعدها هنا راح ندوس العراق راح نكتب اسم الدولة مالتنا شونتها من أي دولة تقدم الطعن مالتك راح تدوس إرسال هنا هسا من الدوس إرسال راح يجيك الرد على الإيميل مالتك هنا هسه تم الارسال خلنشوف اليميل مالتنا ضلعي الغالية اتمنى تحط لايك للفيديو حتى يوصل لأكبر عدد من الناس طبعا حبيبي هو هذا الرد من الشركة بعد ما قدمت الطعم مالتك انت هنا بهاي الحالة اش راح يسوي عفوا هنا يطلب من عندك تكتب هذا الكود على ورقة بيضة وتكتب اليوزر ومثال نفس هاي الصورة اللي أنا مسوية طبعا انت ما راح تحط هاي الصورة اكوهوا يقولوا لك حط هاي الصورة يفكوا بدقائق او هاي بس ما انصحك لان ايش راح ياخرون عليك لان يدرون بها هواية زمنها صور فما اعتقد راح يفكون الحساب مالتك اللي عليك انت تسوي نفس هاي الخطوات انت لازم اذا عندك صور طبعا بالحساب مالتك راح تكتب الرقم الكود اللي دزولك ياهز هنا وبعدها راح تكتب اسمك اللي انت كتبت احمد علي وبعدها هنا اليوزر مالت الحساب مالتك مسبوقة بعلامة الات اللي هي هاي مثل ما يشوفون هنا واضح لك يا اكثر هنا الكود وبعدها اسمك الثنائي وبعدها اليوزر ولازم تكون بدايتها علامة الات مالت اليوزر مالت الحساب مالتك هسا لنفترض اني خلق اكتب الكود وارجع لكم حبيبي احنا هسا بعد ما كتبنا الكود واليوزر والاسم على ورقة بيضة لازم تكون الخلفية مالتك من تاخذ الصورة تكون خلفية بيضة يعني على حيط وراء حيط ابيض او ايشي ابيض مو اللي يكون فتش شي ملون تاخذه وراء التلفزيون قدام التلفزيون او هيتش شي ما يصير لازم ادخلي الخلفية مالتك بيضة راح تجيلي الايميل ودوس رات على الرسالة مالتهم اللي هم ارسلوه لك ياه احنا هنا راح ندوس ارفاق ملف وراح نحدد الصورة اللي احنا طقيناها حددنا هاي الصورة قدامكم وبعدها اش راح نسوي هنا بهاي الحالة راح نجيب هذا النوص اللي راح تلقاه بقناتي تليجرام هذا النوص راح ترفقه ويا الصورة مالتك من خلال الايميل ترسل الهم اياه هسه احنا موضوعنا عن التجاري راح ننسخ النوص مالتك تجاري وراح نجي هنا نرفقها ويا الصورة هاي ونمسح هاي مالتك تجاري نمسحها وبعدها نجي هاي الزاوية اللي ندوس على السهم حتى نرسل الصورة وارفاق النوص هذا اللي موجود بقناتي بعد ما ارسلنا هذا النوص طبعا التقديم مالتك لازم يكون ساعي داعش الصبح الى الستة المغرب بهاي الاوقات الدعم الفني يكون قوي كلش السبت والجمعة ما اعتقد كليل للموظفي ما موجودين بهيش ايام فانت اللي عليك لازم تسوي ساعي داعش الظهور الى الستة المغرب راح تجيك الرد مية بالمية حاول اكثر من مرة وياهم اذا ما اجيك رد منعدهم بعدها هسا ننتقل للانتحال هذا الانتحال طبعا نفس الخطوات راح نسوي احنا فقط اللي عليك انت ترك زويا راح تجي هنا اول شي راح تحط اليوزر مالت الحساب مالتك عفوا الاسم وبعدها نكتب اليوزر مالت الحساب مالتنا المتبند وبعدها نكتب الايميل يفضل انه يكون الاساسي وهنا نكتب العراق وبعدها ننتقل للخانة الاخرى خانة الاخرى لازم تحط الصورة مالت الجواز مالتك او صورة مال الهوية الوطنية واي جنسية تكون عندك تثبت انه هذا الحساب مالتك بعد ما ارفقنا الصورة مالتنا تكون الجواز او الهوية مالتنا ندوس هنا ارسال طبعا هاي الصورة عندي مصير لين حاولت بيها هاي مرات فاعتقد هالمرة واجهت هاي المشكلة لين ما صير احاول بيها اكثر من مرة طبعا انت رح يدوس رح يدوس ارسال رح تشتغل عندك طبعا وايضا نفس الرط رح طبعا هاي الخطوات نفسها ما ما كو شي يختلف نفس التجاري ايضا رح تكتب الكود وال يوزر والاسم على ورقة وترسل لهم ياها ومن طبعا من 24 شرح